المذياع هو جهاز صغير سهل الحمل والتنقل به من مكان لآخر ولا يأخذ مكاناً كبيراً وهو يقوم بنقل التقارير فور حدوثها لذلك يفضله الكثير من الناس كوسيلة للإطلاع على الأخبار قام إليكسندر بوپوف باختراع المذياع في عام 1895 وذلك من خلال اختراع جهاز لاستقبال الذبذبات والموجات الكهرومغناطيسية وأطلق عليه مسجل الرعد ثم أصبح بعد ذلك يسمى بالراديو أو المذياع يعمل المذياع من خلال تحويل الموجات الكهرومغناطيسية أو كما تسمى موجات الراديو إلى صوت مماثل لصوت المذيع الذي يصدر من محطة الإذاعة يتكون المذياع من هوائي يقوم بالتقاط الإشارات اللاسلكية ويحولها إلى إشارات كهربائية ثم تنتقل الإشارات الكهربائية إلى دائرة مكونة من مكثف هوائي ومكبر للتردد العالي والمذبذب يقوم المكثف الهوائي بعمل تعديلين أساسيين على موجات الراديو الأول يكون في تعديل النبضات وهي تشبه إشارات مورس أما التعديل الثاني فهو تعديل السعة أي تعديل التردد ويكون في هذه الحالة جمع بين موجات الراديو الجيبية والمعلوماتية لنحصل على الموجة المعدلة كذلك يعمل المكثف على انتقاء المحطة التي يريد الشخص سماعها ويمنح حصول أي التداخل بين المحطات المختلفة والتي لها ترددات متقاربة ثم يتم تكبير هذه الإشارة الصوتية ليصل الصوت ترجمة نانسي قنقر